نهاردة راديو منتقالو الاسباني قال ان تبقى لمصادرهم يعني انه هما انفرضوا انه بإصابة كريم بنزيمة اللي حصلت خلال ايام الماضية الراجل عمل عملية جراحية وبنزيمة تعافى اسرع بكتير من المتوقع اسرع بكتير من المتوقع لذا اعقالت ان احنا ممكن نشوف بنزيمة بيشارك بعد دور المجموعات في كأس العالم بس طبعا بقرار من دي شام لو حاب يكمل اخدوا بالك وبنزيمة قرد في القائمة هو ما جابش حد ما كان بنزيمة في هذه القائمة وبالتالي لو دي شام شاف ان بنزيمة جاهز وحاب يستخدمه في هذه البطولة بحسب راديو منتقاله ممكن نشوف كريم بنزيمة اللي خلاص قلنا انه مش يلعب في كأس العالم بيلعب مباريات في كأس العالم بصراحة هيبقى خبر حلو قاوش ليه لحد هذه اللحظة بشفت جدا على كريم بنزيمة ما شاركش ما شاركش في كأس العالم اللي فازت بيه فرنسا اللي فات في 2018 لأسباب تقديبية وقتها هذه البطولة هو افضل لعب في العالم لا يشارك بعد قبل ايام قليلة من كأس العالم بسبب الاصابة فحاجة دايق وده اخر منديال لكريم بنزيمة فسلام يا سلام لو لعب مباراة حتى على فكرة لو فرنسا ما خدش موارد انها متخدش كأس العالم بس استحق كريم بنزيمة عن هذا العام والعام الماضي والعام ما قبل الماضي انه يلعب مع منتخب بلاده ويوصل لمرحلة كويسة يا لو الخبر ده طلع صح يا هنعرف بكرة يعني خلاص حد رمى الكمبيلة حد رمى المفاجأة بكرة كلها هيتابع وهنعرف إذا كان فعلا كريم بنزيمة سليم ولا لأ أو بقى سليم ولا لأ أو تعافى ولا لأ وهل يقدر يرحق مباراة في كأس العالم ولا لأ هنعرف بكرة يا خبر النهاردة بفلوس بكرة ان شاء الله يبقى ببلاش ويبقى مفرح